هنروح لكرة اليد سيدات كرة اليد سيدات كان عندهم مباراة مهمة مع نادي الزمالك يمكن ده تاني لقاء لقمة للفرقة الجماعية كان أول مباراة مطش سوبر لكرة السلة اللي اتعمل في البحرين وفوزنا ما ابتكرش ان في فرقة قبل تنادي الزمالك في فرقة الجماعية تانية هما المطش التاني كان فريق كرة اليد سيدات بالقناة الكابت المحمد عدل زولة كان عندنا مطش الزمالك وكان مطش خارج ملعبنا في صالة محمد حسن حلمي بمية عوبة واستطاعنا ان احنا نفوز 24-22 هنمسك السلسلة مع بعض ونعد النهاردة تاني مطش او تاني لقاء قمة هذا الموسم موسم 23-24 كده احنا 2-0 وهنكمل مع بعض عندنا الاسبوع ده مطشين في كرة السلة رجال هيبقوا كده 4 مطشات قمة هنمشي مع بعض كده واحدة واحدة السنة اللي فاتت كان الفرق رهيب افتكر كان وصل حاجة وتلاتين ستة او سبعة يعني انا افتكر كده معرفش يعني هجيب لكم النتيجة او الاحصائية اه هجيب لكم الاحصائية امكان 19-25 انا مش هقول كلمة اللي هكون متأكد منها هجيب لكم الاحصائية بالضبط السنة اللي فاتت احنا ماشيين دلوقتي 2-0 المبارات تانية كانت مبارات عمومي السيدات 24-22 في ملعب نادي الزمالك لم ينتهي بتاعدل بل انتهي بالفوز الشوت الاول خلص 14-9 الشوت التاني طبعا يعني حدث ولا حرج الفرق قدرت بشكل كبير ان هي تحافظة على الفرق وتحافظة على النتيجة في ظل استبسال فريق نادي الزمالك انه يعود ويفوز ولكن فرقتنا كانت الحمد لله في المعاد وفوزنا طيب فرقتنا اخبارها ايه؟ في المركز الاول برصيد واحد وعشرين نقطة من فوز يعني في كل المبارات طب خلينا نسترجع كده مع بعض سريعا المبارات في استفتاحية دوري العمومي كان نادي البنك الاقلي فوزنا 48-13 وبعد كده كسبنا سموحة في اسكندريا وده كان مطش جامد 23-18 وبعدين كسبنا سبورتنج 20-19 وبعد كده فوزنا على التيران بنتيجة 34-19 وكمان فوزنا على نادي الشمس بعد كده وكانت ايه مبارة مهمة جدا 27-25 وبعد كسبنا ست اكتوبة 33-21 واخيرا الفوز على نادي الزمالك في ملعبه وسط جمهوره زي ما حداكوا شايفين حضور جماهير بالمناسبة دي الصالة الصغيرة في نادي الزمالك وليست الصالة الكبيرة اللي أنا شايفها دي دي الصالة الصغيرة على ما اعتقل يعني لو صورة توسع شوية بتهيئي دي الصالة الصغيرة ماشي ايا كان هي في ميتة عقبة والفوز ده مهم جدا وكده منافسة قوية مع سبورتينج والزمالك والشمس احنا الحمد لله متصدرين جدول العمومي كل التوفيق لكبت المحمد عادل زولة اللي طبعا استطاع انه مع فرقيته ومع البنات دول انه يفوزه بتالة افريقيا في بطولة افريقيا الابطال السنة اللي فاتت او الموسم اللي فاتت مش السنة دي بس الموسم اللي فات في صالة الامير عبدالله الفصة بمقر يدي الالب الجزيرة خدنا تالت وبعد كده رحنا ابطال الكؤوس رجال وسيدات الرجال خدوا البطولة السيدات خدوا رابع فضلنا تكة ان شاء الله ونستطيع ان احنا نتغلب على فرق انجولة وان شاء الله نكون في احد نسخ البطولات الافريقيا القادمة في النهائي ونقرب خطوة ان احنا ناخد بطولة افريقيا ومش بعيد على سيدات كرة اليد في النادي الال